منذ اللحظة الاولى لانطلاق التظاهرات الاصلاحية في العراق في تشرين الاول من العام الماضي وحب الوطن يجمع ابناء العراق باطيافهم كافة حيث خرجوا في تظاهرات غير مسبوقة من دون الدعوة لها من قبل الاحزاب والكتل السياسية للمطالبة باصلاح التعليم والصحة وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد وانهاء تدخل الاحزاب السياسية في عمل الحكومة والعدالة الاجتماعية لكن اليوم تتجه الانظار الى قطاع الصحة الذي عانى ما عاناه خلال السنوات الماضية من سوء الخدمة والفساد الذي نخر بجسده حتى اعدمه الصحة ومع وصول فيروس كورونا الى العراق وتسجيل عدد من الوفيات وعشرات الاصابات وفقدان المتظاهرين الامل بتحقيق مطالبهم المشروعة الامر الذي دفعهم الى تحويل مطلبهم الى رب العزة لتحويل كورونا الى سلاح فتاك يطيح بالفاسدين والسراق المال العام اخيرا وليس اخيرا في ظل كل هذه الازمات التي يمر بها العراق كيف ستعود علاقة من يحمل حب الوطن في قلبه ومن يعمل على خرابه من اجل مصالحه الضيقة اشتركوا في القناة